يعم فيها الأمن والاستقرار في محيط إقليم مضطرب ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات دولة تعمل بكل طاقاتها ليلة نهار لبناء المصانع وتحديثها واستصلاح الصحراء بملايين الفدادين وتحسين الصحة والتعليم إلى مالك بقدر الإنسان المصري وتشهيد المدن والطرق وشبكات الطاقة والمياه والري وإنشاء وتطوير شبكة استراتيجية من الموانئ والربط بين جميع أنحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة سريعة وحديثة شعب مصر الأبي لا يخفى عليكم ما تمر بها المنطقة من تغيرات خطيرة خلال الفترة الأخيرة فما بين الحرب الإسرائيلية الغاشمة في قطاع غزة التي غاب فيها طمير الإنسانية وصمت عنها المجتمع الدولي وأضار وجهه عن عشرات الألاف من الضحاية الأبرياء والمشردين والمنكبين وبين محاولات خبيثة لفرد التهجير القصري نحو أراضي مصر كان موقف مصر نبيلاً وشريفاً ووطنياً لم تصمت مصر بالفعل قبل القول عن إغاثة الأشقاء الفلسطينيين بكل ما أتيت من قوة وعزم وكذلك صمدت بعزة وكرامة أمام مساعي التهجير وأسمع صوتها واضحاً جلياً حمايةً لأمنها القومي ومنعاً لتصفية الحق الفلسطيني شعب مصر الكريم إن مصر رغم التحديات تمضي على طريق التنمية والنهضة وبإذن الله العلي القدير دار جعثاً عن هذا المصار وعن تحقيق الحلم المصري في التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين وهنا أتوجه بالحديث إلى كل المصريين لكل رجل مصري وسيدة مصرية يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة من أجل توفير الحياة طيبة لأبنائهم أتوجه بالحديث إلى المكافحين الشرفاء من أبناء شعب مصر العظيم على التساع الوطن أقول لهم إنني أعلم بشكل كامل حجم المعاناة وأكد لكم أن شغل الشاغل والأولية القصوى للحكومة الجديدة هو تخفيف تلك المعاناة وإيجاد مزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام وفي الختام أتقدم بتحية إجلال واحترام لجميع شهداء الوطن أبناؤنا الذين قدموا حياتهم ثمناً لبقاء الوطن وحمايته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر